ولم يوصلنا أي شيء لا عدد توطين لا حقوق لا سكن لا عمل لا دراسة الأطفال ولا شيء قالسين زي ما أنت شايفين نبيع سنبوسة وخايفين لأن الحكومة تطب علينا خالد غيلان واحد من آلاف اليمنيين الذين غادروا البلاد هربا من جحيم المعاناة وبحثا عن ملاذ آمن في ماليزيا أكثر من سبعة آلاف لاجئ يمني هنا وصل أول واحد منهم في العام 2008 وتم تسجيله كأول لاجئ يمني في ماليزيا تزايد تدفق اليمنيين في 2011 ومع اندلاع الحرب في اليمن نهاية 2014 نزح الكثير من اليمنيين إلى الخارج واستقر بهم الحال في ماليزيا آخر البلدان المفتوحة أمام اليمنيين والتي لم تفرض أي قيود أو شروط لاستقبالهم ومن تعذلت إقامتهم في أي من الدول الأخرى أنتهى به المطاف هنا في جنوب شرقية آسيا وليس لدينا أي حقوق ولا مراعاة ولا تعليم ولا صحة ولا سكن ولا شيء ليس لدينا أي حق من حقوق اللاجئ قدم معظمهم اللجوء أبرى مكاتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين غير أن معاناتهم لم تنتهي تقطعت بهم السبل وتفاقمت معاناتهم أكثر بعد تسجيل اللجوء لم يحظى اللاجئون اليمنيون في ماليزيا بأي حق من الحقوق التي تمنحها المفوضية لبقية اللاجئين في الدول الأخرى كحق إعادة التوطين والتعليم والتدريب المهني والتأمين الصحي لا يستطيع اللاجئون اليمنيون مزاولة أي عمل فالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين لم تمنحهم تصاريحا للعمل كما تمنعهم القوانين الماليزية أيضا من مزاولة العمل وتعليم أطفالهم في المدارس فالحكومة الماليزية ليست جزءا من اتفاقية جنيف للاجئين ولم توقع عليها إقامة مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد هذا كل ما منحتهم إياه المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وهي لا تمنحهم أي حق ولا أي ضمانات أقفلت الأبواب في وجه اللاجئين اليمنيين في ماليزيا ويعيش الكثير منهم ظروفا إنسانية بالغة السوء ما يضعهم بين خيارات صعبة بينها العودة إلى الجحيم الذي هربوا منه